السلام عليكم ورحمة الله و اهلا و سهلا بكم بقناتي على اليوتيوب قناة طبوخ من بغداد هلا و كل الهلة بكم اليوم تعالوا نسوي اطيب كيكة بركانية عشاق الشوكولاتة هذا الفيديو لكم رح نسوي كيكة من هاي اللي حبها قلوبكم تكون هشية و رطبة من الداخل و غرقانة بصاص شوكولاتة خطير ضروري تجربون الوصفة و مت اكدر حتاجبكم قبل ما نبدي اذا كانت هذي اول مرة تشوفوني اتمنى تشتركون بالقناة و تنوروني و اذا حبيتوا الوصفة خلونا لايك و دعموني و هسه رح نقول بسم الله و نبدي رح نبدي اول شي و هي المكونات اللي احتاجها لتحضير الكيكة طبعا كل المكونات لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة فاذا حاطين البيض او الحليب بالثلاجة طلعوا قبل نصف ساعة من عملية الخلط المكونات اللي احتاجها كالتالي كوبين و نصف من الطحين الابيض كوب و نصف من السكر كوب من الحليب السائل كوب من الزيت النباتي 4 حبات بيض 4 ملائق طعام من بودرة الكاكاو ملعقة طعام كبيرة من النشي رشة من الملح ظرف من الفانيلا و ظرفين من البيكن باودر بالنسبة للطحين و السكر و الزيت و الحليب فاستخدمت لقياسها الكوب القياسي قياس الكوب ماتي 240 مل استخدمت لقياس هاي المكونات دائما استخدموا الاكواب القياسية بتحضير اي وصفة للكيك رح نبدي هسه نخلط الكيكا مالتني في وعاء الخلط اضفت 4 حبات من البيض و ظرف من الفانيلا رح اخفق البيض الى ان يتكثف و يصير لوني على البيض كل ما تخفقون البيض زيان ما يبقى اتكم العفو اي طعم زفر بالكيكا و ما تحسون ابدا بطعم البيض فاخفق البيض الى ان يتكثف و يصير لوني على بيض تركت البيض ينخفق و رح احضر المكونات الجافة عندي هنا كوبين ونصف من الطحين الابيض ملعقة طعام كبيرة من النشا 4 ملائق طعام من بودرة الكاكا واستخدمت كاكا عادي غير محلة رح اضيف ايضا ضرفين من البيكن فودر و رح انخل المكونات مع بعضها هاي الخطوة كلش ضرورية على مودي الكيكا عدنا اتصير هالشيء حسنا ناخذ هاي المكونات الجافة و نتركها على جنب و نرجع نكمل الخلط مالتنا و نشوف البيض و يانا شون صار شوفوا شون لونه تغير على بيض و تكثف و صار اشبه بالكريمة رح ننزل هسا علي السكر و ايضا من نخفق السكر و هي البيض لازم نطول خلق و نتأكد انه حبيبات السكر ذابت بالكامل يلا نضيف المكونات الجافة هسا ضفت كوب و نصف من السكر و ايضا رح استمر بالخلط الى ان الخليط عدنا يصير اشبه بالكريمة مثل ما تشوفون خفق البيض و خفق السكر احد الاسباب الرئيسية لنجاح الكيك اذا اكو خلل بهاي الخطوة فللأسف الكيكا وياكم ممكن تخرب فشكت ما تقدرون طولوا خلق بخفق البيض و خفق السكر على مو تتحصلون على نتيجة ترضيكم هسا بعد ان ذاب عدنا السكر بالكامل نزلت كوب الحليب السائل و كوب من الزيت النباتي رح اخلط المكونات السائلة بهالشكل هذا لمدة دقيقة بعد مرور دقيقة رح ابدي انزل خليط المكونات الجافة اللي حضرناها و نخلناها و انزلها بالتدريج بهالشكل هذا و اخفق بسرعة متوسطة بهالشكل هذا نزلت كل المكونات الجافة اللي حضرناها اخر شي رح اضيفه هو رشة من الملح و رح استمر بالخلط على سرعة متوسطة من دقيقتين الى ثلاث دقائق الى ان اتأكد انه كل المكونات عدنا انخلطت مع بعضها بصورة جيدة هسا باستخدام اي ملعقة خشبية متوفرة بالمطبخ رح نسوي بهالشكل هذا لمدة دقيقة تقريبا حركات دائرية بهالشكل هذا بالخليط هذي رح استاعد الكيكة انه تنتفخ اثناء الشوي وصير كل شهشة وباسم الله ما شاء الله شوفوا قوام الخليط مات الكيك شان صار ويانة هسا رح ناخده مباشرة ونصبه في قالب الشوي و افضل انواع قوالب الشوي بالنسبة الي هي قوالب الفافون جربت اني كل انواع القوالب وبالنسبة الي هذا افضل قالب لشوي الكيك رح ندهنه فقط بالزيت النباتي ما يحتاج الرشلة طحين ولا يحتاج ندهنه بالراشي او الطحينة فقط بالزيت النباتي ما دام احنا خالطين الكيكة بصورة صحيحة ومقادير صحيحة فما رح تلزكعتكم بالقالب ما يحتاج رشلة طحين فقط امسحوه بصورة جيدة بالزيت النباتي نزلت هسا خليط الكيك مالتنا اللي حضرنا رح نطبطب القالب شوية على الميز مالتنا او الطاولة بهشكل هذي على مودة مفرغة من اي هوا موجود بداخل الكيكة وباستخدام حافة عود خشبي فقط بالحافة بهشكل هذي نسوي حركات دائرية بهشكل هذي على مودة اثناء الشوي ترتفع كلها بمستوى واحد لسه رح ناخد القالب مالتنا وندخله الى فرن محمي مسبقا بدرجة حرارة 170 رح نشوي من الاسفل فقط لمدة 45 دقيقة ما نفتح بيها الفرن ابدا بعد مرور 45 دقيقة رح نفتح الفرن شوية وباستخدام عود خشبي نفحص الاستواء مات الكيكة اذا شفناها اوكي وتمام نطلعها مباشرة من الفرن اذا شفناها تحتاج شوية بعد نشغل عليها الشواية العلوية لمدة دقيقتين ثلاثة هسا لاحظوا هنا بسم الله ما شاء الله هذا هو شكل الكيكة بعد مرور 45 دقيقة خلال هاي الفترة ابدا ما فتحت عليها باب الفرن ما احتاجت افتح عليها الشواية العلوية صارت ويايا الروعة طلعتها مباشرة من الفرن غطيتها شوية ورح اتركها تبرد تماما يلا اقلبها طيب رح نترك هسا الكيكة تبرد تماما وتعالوا نحضر صوس الشوكولاتة الخطير مالتنا استخدمت نفس الكوب لقياس كل المكونات المكونات اللي احتاجها نص كوب من بودرة الكاكو نص كوب من الحليب الفاودر نص كوب من السكر نص كوب من المي ونص كوب من الزيت النباتي وعلبة من القشطة استخدمت انا هاي النوعية اذا حبيتوا تستخدموا باكيتات الجيمر فممكن استخدموا الباكيت الشبير هسا كل هاي المكونات رح اخليها في خلاط العصير واخلطها مع بعض خلطت المكونات مع بعضها باستخدام خلاط العصير لمدة خمس دقايق احسبوا خمس دقايق اخفقوها كل الزيان الى ان تتلابس عدكم المكونات بالبداية رح تحسون قوام الصوس خفيف لكن رح ناخدوا الصوس نخليه بوعاء ثاني وندخلها للثلاجة اقل شي في الثلاث ساعة نصف ساعة رح يتماسك وياكم ويشتد القوام ويصير ولا اروع سبه شكل هذي رح احفظه بالثلاجة وارجع لبعديا هسا بعد ان بردت عدنا الكيكة بالكامل وصوس الشوكولاتة ايضا خليناه بالثلاجة فترة وبرد وتماسك تعالوا هسا نحضر الكيكة البركانية مالتنا قلبت الكيكة وباسم الله ما شاء الله شوفوا شون نزلت وياني مثل الورد شاء الله تجربوها وعلى قلبكم بألف عافية رح نغرقها بهذا صوس الشوكولاتة الخطير ووي 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 يا جماعة ادرا لقساوة المنظر خصوصا الناس اللي تحب الشوكولاتة كلش رح تحبون هاي الكيكة وان شاء الله على قلبكم بألف عافية خليت صوسوا الشوكولاتة به شكل هذي رح ازينها شوية بمبروش الشوكولاتة اذا حبيتوا اذا حبيتوا تبقوها هي شي اكيد ممكن بس هو يطلع شكله كلش حلو من نجي انقطع الكيكة وتنزل الشوكولاتة ذايبة يبين ادكم شكل البركان خرافي فاذا حبيتوا يعني يضيفوها براحتكم هسا رح نقطع الكيكة معلتنا ونشوفها من الداخل وباسم الله ما شاء الله شوفولي هس البركان اولي عذرة لقساوة المنظر تمنيتها قدامكم اصدقائي كلش طيبة من هاي الكيكة اللي يحبها قلبكم تكون رطبة من الداخل وغرقانة شوكولاتة شاء الله تجربوها وعلى قلبكم بألف عافية وصلنا لنهاية الفيديو معلتنا لهذا اليوم يارب تكون الوصفة عجبتكم وحبيتوها اذا حبيتو الفيديو لا تنسونا تخلونا لايك واشتركو بالقناة اذا كنتم ومشتركين اشكر دائما متابعتكم ومع ألف سلامة